اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء دروس الزبيدي على أوضاع جامعة أبيان والهيئات التدرسية والكادر الوظيفي فيها جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجامعة الدكتور محمود الميسري الذي قدم للزبيدي نبدة عن جامعة أبيان والمراكز العلمية التابعة لها وصير العملية التعليمية فيها أكد الجهود التي تبدلها رئاسة الجامعة لتحسين أوضاعهم واستمع الزبيدي إلى خطط الجامعة لتوسيع برامجها الأكاديمية لتشمل مختلف التخصصات العلمية بالإضافة إلى جملة الصعوبات التي تواجهها رئاسة الجامعة بفعل الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية